مع إجراءات الحكومة القاسية مؤخراً بحق المواطنين ضمن ما أسمتها إصلاحات اقتصادية تستهدف زيادة إرادات الحكومة خصوصاً مع تراجع إرادات النفط الخام تغاضت عن أهم الإجراءات والمطالب التي يمكن أن تعمل على تنفيذها من أجل تنفيذ مصفوفة الإصلاحات دون أن يكون هناك أي تأثيرات على المواطن يفود اقتصاديون ومختصون أن من أهم تلك الإجراءات التي يتحتم على الحكومة القيام بها هي عملية ترشيد النفقات لا سيما مدفوعات النقد الأجنبي إضافة إلى تنظيم عملية الاستيراد التي تستنزف البلاد وتعمل على تدهر قيمة الريال اليمني تزداد الأهمية البالغة لمثل هذه الإجراءات مع الارتفاع المهول في فاتورة الاستيراد حيث تسببت في مشكلة كبيرة وألقت بتبعات مؤثرة على الجانب المالي والدعم الدولي وسوق الصرف وتضخم أسعار السلع الكمالية والاستهلاكية وهو ما يتطلب مراجعة عملية الاستيراد بحيث لا يتأثر المخزون من السلع الغذائية وتوفير احتياجات الأسواق منها بشكل مدروس بما يحقق الاستقرار التمويني ويحد من اضطراب وارتفاع أسعار الغذاء ولا ينبغي أن تقتصر عملية الإصلاحات والإجراءات على هذه فحسب بل هناك أخرى ضرورية مثل توحيد المؤسسات المالية والقنوات الإرادية والربط الشبكي والمالي بين البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات ومختلف المؤسسات المالية والوحدات الإرادية وتستنزف عملية النفقات الخارجية للحكومة ما يزيد عن 30% من إرادات الحكومة حيث يتم إنفاقها على البعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم والسفارات وصرف رواتب المسؤولين اليمنيين ووكلاء الوزارات والمستشارين بالعملة الصعبة دون وجود أي مهام يقومون بها الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة لمثل هذه البؤر التي تشكل ثقبا أسودا للفساد سيستنزف الموارد والإرادات ويمنع النمو والاستقرار الاقتصادي